شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسم رئيس مكتب سمو الحاكم صباح اليوم في مسرح الجامعة القاسمية الحفلة الختامي لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والذي تنظمه مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية على مسرح الجامعة القاسمية كرم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسم رئيس مكتب سمو الحاكم بالشارقة وسعادة سلطان بن دلموك الكتبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية الفائزين بجائزة المؤسسة من المشاركين في فئات المسابقة المختلفة سواء في مجال القرآن الكريم أو السنة وبعد حفل التكريم كانت لنا هذه اللقاءات مع القائمين على الجائزة الذين أكدوا أهميتها البعض توقف سنتين متل تاليتين وكما ترون رأيتوا اليوم إن شاء الله في الحفل أنها الأعداد طيبة الحمد لله والمشاركين كثر في فرعي القرآن الكريم والسنة النبوية وأيضا تم تكريم الجهات المشاركة في مسابقة موظف حكومة الشارقة في العام الماضي في رمضان كرمنا الجهات اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن تستمر إن شاء الله هذه الحلقات وهذه المسابقات عاما بعد عام مثل هذه الأعداد الهائلة التي تقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تدعو إلى الفرح بنعمة الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولذلك لدينا أعداد هائلة من الجنسين من الذكور والإناث في مسابقتين القرآن والسنة في فروعها المتعددة الجائزة ومنذ انطلاقها ساهمت في استغلال أوقات المشاركين بما ينفعهم لا سيما فئة الأطفال واليافعين ويؤكد نهج إمارة الشارقة في تنمية مواهب النش أولا أحب أن أشكر صاحب السمو والشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومنظمين جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة على جهودهم لهذه البطولة ولهذه الجائزة وهذا السبب هو اللي خلاني أني أنا أشارك في هذه البطولة وحمد الله أخذ المركز الأول وأيضا جهد أمي وأبوي أنهم ساعدوني على كلها الحفظ أبوي وأمي حفظني القرآن بمسجد أم أيمان شيخ ألاء الأشقر واليوم حفل ختامي مركز الثالث بفرع خمسة أجزاء للمقيمين الدورة الرابعة والعشرون يذكر أن هذا الحفل شامل الفائزين بجائزة الدورة الحالية الرابعة والعشرين إلى جانب الدورة الماضية نظرا للظروف التي فرضتها جائحة كورونا فيما شارك في كلتيهما ما يزيد على 2800 من الذكور والإناث تكريم حفظة القرآن الكريم ما هو إلا تشجيع وتحفيز لهم لبذل المزيد في خدمة كتاب الله وسنة نبيه لإخبار الدار سعود الكتبي من الجامعة القاسمية الشارقة